بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض راعي الحفل أصحاب السعادة أبنائي وبناتي الخرجين والخرجات أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نعم الله علينا تترى فالحمد لله رب العالمين تمت بفضل الله حدث وحديث فالحدث ستة آلاف ومئتان وثمانية وتسعون خريجا وخريجة من الدفعة الثانية عشرة تزفهم جامعة شقراء إلى سوق العمل أما الحديث فبنعمة ربي أن هيأ لنا في هذه البلاد المباركة ولا تأمر جعلوا من التعليم همى فأولوه ورجاله العناية الكاملة والرعاية الفائقة والبذل المستحق وما رعاية سموكم الكريم لهذا الحفل إلا شاهد عيان والتي تأتي امتدادا لحرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله لقطاع التعليم ورجاله أبناء وبنات الأعزاء من خرجي الجامعة إن التحدي يكمن في أن تتميز وتبدع في عام استثنائي عام عانى منه العالم أجمع من ويلات هذا الوباء وأن تتفوق رغم التحديات والصعاب وأن تكمل المشوار في ظل الظروف فلا غرابة في ذلك لأننا سعوديون ونحمل همة طويق عام رسمت فيه قيادتنا أروع صور التفاني في سبيل حفظ المواطن والمقيم بل ونادت وعملت على تحقيق النجاحات التي ولله الحمد تحدث عنها القاصي والداني نظام صحي مبدع وتعليم أبدع في التميز والنجاح وما إكمالكم وتميزكم في هذا العام إلا أكبر دليل على ذلك خرجي وخرجات الجامعة وأنتم تستشرفون المستقبل وتضعون أقدامكم على أولى عتبات المسئولية وتعيشون هذه اللحظات السعيدة وتقطفون ثمار جهدكم مثابرة ومذاكرة جد واجتهاد فإنني أشارككم الفرحة والسرور والبهجة والأنس وأقدم لكم ولأسركم التهاتي القلبية والتباريك الحارة والدعوات الصادقة فأنتم تسلحتم بالعلم والمعرفة ونهلتم الأخلاق والتربية واكتسبتم الخبرة والمهارة والمؤمل فيكم حسن التمثيل والسفارة لوطنكم الذي احتضنكم ورعاكم ولجامعتكم التي بذلت لكم وعلمتكم فكونوا عند حسن الظن بكم أبنائي وبناتي هذا اليوم هو بداية مرحلة جديدة لرسم معالم الطريق الكيس من واصل تدريبه وتابع تطوير نفسه وتحلى بالصبر والمثابرة والذكاء والحرص والمرونة والفطن من وظف قدراته فيما يعود عليه وعلى وطنه بالنفع والفائدة فوطنكم ينتظر منكم الكثير كونوا له أوفياء بررة فالمتربصون والحاسدون له كثر فكونوا لهم بالمرصاد بفكركم الواعي وتفكيركم السليم ووطنيتكم الخالصة ولا تغرنكم منهم حلاوة اللسان وصيكم بأن تضعوا نصب أعينكم نهضة وطنكم وأن تبذلوا ما في وسعكم لتكونوا مصدر بناء ومشاركة في تحقيق التطلعات وفق رؤيتنا عشرين ثلاثين ختاما شكر دائم لكم يا صاحب السمو على رعايتكم ودعمكم وعطاءكم وشكر ثاني لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على متابعته المستمرة وعمله الدؤوب وعطائه الجم والشكر كذلك موصول لزملاء أعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة شقرة وكافة منسوبيها فبجهدهم كان هذا النتاج وبعطائهم تجنى الثمرة وبعلمهم وإخلاصهم وتفانيهم كان هذا الإنجاز جعل الله أيامكم أفراحا وأدام علينا نعمة الأمن والأمان وحافظ بلادنا وقيادتنا من كل سوء ومكروه ونصر جنودنا وكشف الغمة عنا وعن العالم أجمع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا